العملية الأمنية في منطقة البتاويين مستمرة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها من خلال عمليات بحث وتفتيش استهدفت الدور المتروكة والساحات والفنادق لأكثر من سبعين زقاقا ومحلة سكنية وسط تأكيدات قائد شرطة الرصافة تحقيق نتائج إيجابية بعد إلقاء القبض على مئات المطلوبين وفق حكام قضائية مختلفة العملية تهدف لعادة الحياة لمدينة البتاويين زننا كل التجاوزات حصيلة الحد للحصيلة القينا القبض على 290 متهم من ضمنه 58 متهم الجريمة المنظمة القطع عليهم والتجار بالبشر 12 مخدرات مديرة المخدرات القطع أبوض عليهم 210 مخالفين للأقامة 7 عجلات مخالفة القطع عليها مديرية المرور بدون مستمسكات رسمية 7 أحداث تزوير 8 الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد شرعت وخلال تنفيذ هذه العملية بإزالة التجاوزات عن الأرصفة والساحات التي كانت تمثل وكرا لتنفيذ جرائم تجارة المخدرات والسرقة والإتجار بالبشر وفتح عدد من الطرق المغلقة وإعادة تأهيلها أزلنا كافة التجاوزات كبيرة جدا كانت التجاوزات في الأزقة الداخلية البتاوين كذلك كانت عندنا أعمال لقسم الطرق ترقيع وإكساء بعض الأزقة التي كانت يحتاج إلى الطرق كذلك عندنا أمليات حملات لتنظيف وإدامة وكذلك لغسل الشوارع هناك ساحات غير قانونية وبالتنسيق مع شرطة بغداد تم غلقها العملية الأمنية في منطقة البتاويين اعتمدت ستراتيجية مهاجمة أوكار عصابات الإجرام قبل وقوع الجريمة فعل استباقي يحسب لقوات وزارة الداخلية في القضايا على الجرائم التي تهدد أمنى واستقرار المجتمع العراقي من بغداد حسام التميني العراقية الإخبارية